السلام عليكم المتابعين بالنسبة للحجاج اللي جايين للعمرة اللي مقييدين في العمرة بغيتوا تدخلوا من أقرب باب للكعبة هذا الباب قدامكم هذا الباب المالك عبدالعزيز كيهبطكنيشا للكعبة مع الدخلة كاتب لكم الكعبة بالنسبة لعيالات الرجال اللي جايين للعمرة نقول لكم باب المالك عبدالعزيز قريب لكم ما تلفق ما تدوروا لها كلها كانين شانت تدخلوا وهذا الباب مفتوح دائما كما تتشوفوا بالنسبة المعتمرين اللي ما كيعرفوش يديروا العمرة ديالهم كين هاد المطوفين مني كتهبطوا من هاداك الباب ديال الملك عبد العزيز كتلقاوا هاد الناس اللي لابسين هاد السلاهم كيديروا بكم العمرة ما كيتشرطوش في التمن اللي اعطيتهم كيدير بكم العمرة وكيطوف بكم وكيعلمكم كيفاش يديروا العمرة هاد بالنسبة الناس لي ما كيعالفوش يدروا العمراء وخايفين وبزاف دي الأجانسات الليية ديهم كيجيبو الناس وما كيديروش معهم يعلموهم مش كيفاش يديرو وبالنسبة الناس اللي مقعدين اللي كبارين في السين كين هاد العربات سؤولو البوليس سؤولو ذوك الموظفين دي الحرم كيوروكم فين كينين هادو ورالشته القناة ديلي غتعرفو في كينين هاد العربات بالنسبة الناس لي ما كيقدروش يطفو وذلك العربات راه مفيدين لهم بالنسبة لهذا الشارع هذا اللي كنوريكم بصبعي فهذه هي طريق لديك المسفلة بالنسبة لحاجة اللي بغوا يمشوا المسفلة كيسمعوا بالمسفلة شارع إبراهيم الخليل فهو نيشا من هاد البلاصة ما بين هاد الوطيل وهاد الوطيل تبطي نيشا ما تدوري لها كلها كتلقى يدهيبية كتلقى يمال ينتفاصل كتلقى يدك السوق شعبي كيت بعتم وأكتر يكين يدهيبية والأسعار اللي عندهم رها أقل من الأبراج كيما كتشوفوا هاد شارع إبراهيم الخليل ره معروف بالمسفلة فيه الحويج دهوة فيه أكتر يتفاصل كيما قلت لكم أوكين الدهب يواعشاق الدهبي بينه شوفوا الدهبات يلا شوفوا الدهب كدير الدهب عيار 21 اللي جاية العمرة وعنده فليسة تدي معها دميليج تدي معها حلقات تدي معها أي حاجة ولو تكون غير صغيرة رها عندها قيمة وكين عيار 18 كذلك عندهم ولكن أنا كنصحكم أنكم تاخدوا عيار 21 لأن قيمته كتبقى فيه يعني ما كيطحش في الثامان وكتبيعيه وخاتبغي تبيعيه ما يعني له ليك تتبع لشي واحد يبيع شي حاجة كتبيعيه بواحد ثامان مزيان كيما كتشوفوا ودهب ره ما غاضيعي فتيطلع في الثامان دياله ادهب عيار 21 ره شي حاجة زوينا هاد المحلة اللي صورت لكم كين في شركة مكة قدام الحرام الناس اللي متبعيه القاناة ديالي ره أنا هدرك لهم على شركة مكة كين ما كتشوفوا كين هاد الحجر هادا كيتباع هاد العقد ديال الأحجار الكريمة وكيتباع تمه ودهب تبارك الله عندهم شي حاجة طب عندهم النبيل عندهم شي حاجة زوينا صراحة كين في تختاري كين ذهب هاد اللي شفتوا دابا كله كين في شركة أبراج مكة شوفي يلا اللد بالج وشوفي النبيل قداش وشوفي السناسل وشوفي الكوليات شي حاجة واعر صراحة بالنسبة الناس اللي كيسولوا على العتيبية العتيبية الباص رقم 3 كيديك من غزة العتيبية يعني الطوبيس رقم 3 يديك من غزة العتيبية ويرجعك الحرام دور يلا اللي وشوفي مع راساتك بالنسبة الناس اللي كيقلبوا على العبيات من 35 ريال فما فوق راه العتيبية سوق كبير سوق زوين صراحة سوق شعبي في العبيات فيه التفاصل فيه الدهب فيه كل شي يعني ليمشي في العتيبية يعني السوق شامل اللي بغيتي تلقاي فيه ما تخافوش خرجو شوفو دورو المعتمرين يخرجو يمشو العتيبية يمشو الكعكية يدورو يشوفو التفاصل يشوفو العبايات ويقارنو وما يخافوش راه الدنيا امان باذن الله تعالى الله يحفظنا وحفظكم والله يوجد اللي بغي يجي شوفو شوفوا التفاصل كديرين شوفو هنا اي حاجة بغيتيها في العتيبية كتلقايها الساعة تستلقي الذهب كتلقيت تفاصل كل شي متوفر كما كتشوفوا الحافلات راكي يديو بربعة ريال فين ما بغيتي كما كتشوفوا شوفوا 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 الجمال تشمنى تشتركوا في قناتي ودعموني كنشكركم بزاف ودروا لنا لايك لا يحفظنا ويحفظكم كما كتشوفوا كين شراشي في الصلاة كين كل شي موجود صلايات الهدايا اي حاجة بغيتها كتلقايها في الاعتايبية شوفوا الاعتايبية كديرا الاعتايبية سوق شعبي قديم ومعروف في السعودية خصوصا في مكة هات السوق راه معروف سوق شعبي وفيه كل شي فيه روايح فيه الساعات فيه التفاصل كما قلت لكم اي هدية بغيت يديها معك تتلقايها في الاعتايبية وكنتمنى ان الفيديو ديالي يكون مفيد لكم انكم يعجبكم كما كتشوفوا كنتمنى لكم كل خير الله يحفظنا ويحفظكم ايو المتابعين كنتمنى كل شي يعجبكم وهذا السيف غالري كيتواجد في شارع ام القرى قريب لكم تتخذي حافلة مكة رقم ستة يديك ويرجعك للحرم تتخذي همنين من شارع اجياد السد حدا الدفاع المدني سولي على شارع اجياد السد حدا الدفاع المدني حدا القصر الملاكي كتلقاي حافلة مكة رقم تمانية كتجيبك حتى الهنا كتتاخذي الاغراض ديالك وترجعي للحرم الناس اللي كيبغيت دمعهم تراميس كيبغيت دمعهم هاد تشكيل الزوين الغزالة كيلقوها في سيف غاليري في شارع ام القرى قريب لكم ما تخافوش خرجوا شوفوا الحاجة اللي جاية المعتمرة اللي جاية ما تخافيش خرجي ما تخافي متاشي حاجة الى تلف تي رهكي البوليس يرجعوك تلوطيل ديالك يقرأو لك ديما الباتش ديالك نوصيكم الباتش ديالك ما تحيديش من عنقك تلت تلف تي تلقاي العنوان ديالك يرجعوك تلفندق نتمنى لكم كل خير وليك يتمنى عمر الله يرزقوا بيها وليك يشوف قناتي كان قولي اشترك في القناة وبارتاجي الفيديو وشكرا لكم متابعات الغالية ديالي فين ما كنتو كان قوليكم شكرا لكم وخليكم معت الصورة الجميلة والله يحفظ ما يحفظكم